موسيقى من الجيد أن أكون معكم سنتحدث اليوم عن الرؤية نحن نتحدث عن رؤية مهملة أنا متحمس لهذه السلسلة ولقد ارتديت العدسات اللاسقة منذ كنت مراهقا لرؤية ما يحدث هذا يحدث بشكل مادي ولكن نحن بحاجة إلى تصحيح رؤيتنا الروحية فكل منا يقع في فخ عداتنا المفضلة أو وجهات نظرنا المفضلة أو أسلوبنا المفضل للعبادة حتى للواعظ على التلفزيون والحقيقة أننا بحاجة لرؤية عالمنا من منظور الله ليس فقط من منظورنا هناك أخبار صار الروح القدس يريد مساعدتنا دعونا نستكشف ذلك أحضر كتابك ومفكرتك والأهم افتح قلبك أحيانا نأتي للكنيسة ونقول لن نتعامل بمشاعرنا وأنا أفهم أن الجانب المنطقي من عقلي يتغلب على المشاعر لا أريدكم أن تكونوا عاطفيين ولكن الأمور التي تهمكم وتثير مشاعركم وإذا لم تتدخل مشاعركم بشكل مباشر في حياتكم الروحية فعليكم أن تفتحوا الباب لذلك ليس عليكم فعلوا ذلك في الكنيسة افعلوه بمفردكم اذهبوا للسير اركبوا سيارتكم واجلسوا في السيارة وسبحوا الرب لكنكم تريدون أن تقابلوا ذلك الشيء الذي يزعجكم بنفس الشدة التي لاحقتكم إذا أبقاكم مستيقظين فسوف تريدون مقابلته بالابتهاج وبالحماس هذا أفضل من الوعظة أعدكم هذا ليس في المخطط الذي أمامكم لكن هذا حفظني في بعض الأماكن الصعبة جداً وتدخل الله في حياتي مراراً وتكراراً ليس بسبب أنني استحققته أو فهمت ما أحتاجه لقد وجدت في محضره مكاناً للسلام والراحة والإرشاد وعندما تحتاجون ذلك عليكم معرفة أين المدخل؟ متفقون؟ سأزرع بذرة أخذتم كتيباً عند دخولكم وإذا لم تكون هنا يمكنكم تحميله من الموقع سيساعدكم لأن الآيات ستكون موجودة فيه لقد بدأت سلسلة جديدة من قبل تحت عنوان الرؤية السليمة وفي هذه المرة أريد أن أتحدث أكثر عن بعض من إهمال الرؤية موظمنا خضع لفحص العين إذا لم تقوموا بذلك فهذا طبيعي إن كنتم تستطيعون أن تروا جيداً سيقولون أن رؤيتك ستة على ستة لن تحتاج لتصحيح ولن تحتاج إلى نظارات أو عدسات لاصقة هاللويا البعض ليس محظوظاً هكذا وأريد استخدام هذه الفكرة وأتكلم عن الرؤية عندما خلقنا الله في هذا العالم منحنا خمس حواس كي نتفاعل بها وهي أن تروا وتسمعوا وتتذوقوا وتلمسوا وتشموا وهذه هي طريقتنا في التفاعل مع هذا الكون المادي هناك حدود لكل تلك الحواس وهناك ضوء لا نستطيع رؤيته ليس لدينا معدات لذلك هناك أصوات لا نسمعها لذلك هناك بعض الحدود لتلك الحواس الجسدية ويدعون الكتاب إلى تصور أن هناك طرقاً لنرى أكثر من أعيننا الجسدية وأن هناك رؤية تجاوز ما يقيسونه في عيادة طبيب العيون باستخدام القياس أو المجهر وأريد استخدام هذه الصورة لأتحدث معكم لأنني أود أن أقدم لكم اقتراحاً إن الوقت الذي بدأنا فيه بطرق عديدة لتغيير طريقة رؤيتنا وأنا أعطي الفضل للرب في ذلك ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمقام الأول بفيروس قد جاء من مكان ما أو تهديدات بانتشار الوباء كان هناك شيء بدأ يتغير في عام 2020 قام بتغييري كيف نرى وأنسب الفضل لذلك أكثر إلى الرب والصحوة الروحية أكثر من التغيير المادي لا أعتقد أن أحداث حياتنا تختلف عن ما كانت عليه قبل 2020 لكن الله بدأ يوقذنا على ماذا كان يحدث في عالمنا بطرق جديدة وأستطيع قول ذلك لأنني بدأت أنا أيضاً في الاستيقاظ أعمل بالمجال المسيحي منذ وقت وحتى الآن ولم أكن متساهلاً في سعي وراء إيماني ولكن الله بلطف بدأ يوقذني ببعض الطرق الجديدة في 2020 عندما حدث ومات يسوع على الصليب قد قيل لنا في أوقات أن الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس هو أقدس مكان في الهيكل انشق من فوق إلى أسفل وهذه إشارة إلى أن الطريق إلى محضر الله فتح وأشبه ذلك وكأنه كان هناك حجاب قد انشق في 2020 وبدأ الله يمنحنا بصيرة جديدة وفهماً جديداً ورؤية جديدة حسب مشيئته بدأ يعطينا عيوناً ورؤاً جديدة أقابل أشخاص في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم يشاركون القصص بطريقة ممثلة أرى ثمرة ذلك أسبوعياً هنا في الكنيسة الله يتحرك ببعض الطرق الجديدة ولأكون صريحاً أود أن أقول لكم أعتقد أنه تم إطلاق شيء شيطاني في عام 2020 وأعتقد أن هناك شيئاً ما بدأ بقوة لم نرها بنفس الطريقة من قبل أبدأ بمتى خمسة عشر يسوع يتكلم هناك جمهور من الناس ثم دع الجمع وقال لهم إسمعوا وفهموا سيقول شيئاً لن تصدقوه أبداً إسمعوا وفهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان هذا ليس مثيراً بالنسبة لنا ولكن بالنسبة إلى هذا الجمهور فحماسهم الروحي وتصورهم للبر والتقوى والقداسة كان له علاقة كبيرة بمكانوا يأكلون في أماكن عبادتهم كان لديهم وصايا عن الطعام سيطرت على حياتهم بأكملها وقد قال لهم يسوع لا يهم ما تأكلونه أبداً ما بداخلكم يهم أكثر بكثير والآن نقول يا إلهي أما عن القواعد الدينية فقواعد منطقية وقواعدك غبية فعندما تستمعون إلى الوصايا التي يخبركم بها أحد تعتقدون أن هذا غبي فإنهم ربما يفكرون كذلك عنكم لا أحد منا يكسب طريقه لنعمة الله الصالحة إنها عطية ولكن ما نفعله بهذه العطية هو كيف نعبر عن هذه القيمة دعونا نقرأ بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان حينئذ انتقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفر هذا يجعلني أبتسم على التلاميذ أن يشرحوا ليسوع كيف يقرأ جمهوره فهم يواجهون صعوبة في التعلم لم يعرفوا شخصا مثل يسوع يفعل أمور لم يروها من قبل ويظهر سلطانا لا يفهمونه يمكنه التحدث للريح والأمواج وكل الأشياء يمكنكم سماع التوتر داخلهم إذا قرأتم الأناجيلهم يأتون ويقولون هل تفهم أن هؤلاء الناس كانوا غاضبين للغاية منك إن كان بإمكانه التحدث إلى الريح والأمواج ويستمعون إليه فهو يعرف ما يفكرون فيه ألم تعلم؟ فأجاب وقال كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع اتركوهم هم عميان قادة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة فأجاب بطرس فاسر لنا هذا المثل جلس بطرس في مقدمة الفصل ورفع يده لدي سؤال لدي سؤال فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين إذا ظهر ملاك عند منزلكم وجلس على العتبة وقال لقد تم إرسالي لأطرح عليكم سؤالا هل أنتم حتى الآن غير فاهمين بطرس ألا تستطيع أن تنتبه ألا تسمع حقا بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن يسوع يدور حول المحبة أقدم لهم هذا المقطع يقول مرشدون عميان أتركوهم غيروا توجهاتكم وصححوا حياتكم قوموا بترتيب جديد للسلطة أنت بحاجة إلى نقاط موثوقة للمعلومات إذا وصلتم اتباعهم فسوف تقعون في الحفرة ما تأكلونه لا يهم بالقدر الذي تعتقدونه أنتم إنه إنصافا لهذا الجمهور فمن الصعب جدا استيعاب التغييرات بشكل جذري إنه أمر ليس سهلا سهل بالنسبة لنا لأننا نؤمن بذلك عن طعامنا نقتل أنفسنا بما نأكله ستتغير شركات الأدوية الكبرى إذا التزمنا بنظام غذائي كوسيلة لجودة الصحة بطرس والتلاميذ جزء من ثقافتهم هو أن نوعية ما يأكلونه هو جزء من إكرام الرب ويسوع يحاول توجيههم وهم يصارعون وفي إعادة توجيه أفكارهم حتى عندما يأتي الأمر من الرب بعد المعجزات والأمور الخارقة للطبيعة وكل الإعجاب وكل الاحترام له فهم يقاومون بشدة لسماع ما يقوله لديهم مشكلة في الرؤية إذا سمحتم ليسأقول لكم إنه في عام 2020 بدأ الله إيقاظ شعبه لرؤية ما يحدث في عالمنا بطريقة جديدة أنا نفسي أشعر بذلك أمضيت حياتي في الكنيسة بالتأكيد لا أعرف كل شيء عن الكنيسة لكن أمضيت العديد من السنوات ويحق لي إبداء الرأي كنا وثنيين وعبدنا الرفاهية ووسائل الراحة ونريد ركن السيارة والجلوس في مقعدنا ونطلب من شخص ما أن يقودنا في الترانيم المفضلة وثقنا بحكومتنا لتلبية احتياجاتنا أعلم أنه ليس من المناسب قول ذلك ولكنها الحقيقة لقد توقعنا توفير الأمان لكننا لا نشعر بالأمان ونصرخ لتوفير أمان أكثر توقعنا منهم توفير الأمن انتظرنا منهم توفير العدالة في حياتنا نتوقع منهم أن يخلقوا الفرص لنا وأن يحققوا الرعاية الصحية ويعلموا أطفالنا قمنا بالاستعانة بمصادر لتعليم وتدريب أطفالنا ومن ثم نشعر بالاستياء الشديد عندما لا يتم تعليمهم جيداً ما نريده أن يعلمهم شخص آخر طلبنا من الحكومة أن تضمن دخلنا وتحمينا أيضاً والقائمة تطول وتطول استبدلنا الثقة التامة بالرب بالثقة في الحكومة لدينا الذين يملؤون الكنائس ويغنون ترانيمنا ولدينا كتب مقدسة في منازلنا أوضح لكم أنه لا يوجد شيء في تاريخ البشرية يشير إلى أنها قادرة على معاملة بعضها البعض باحترام وكرام وهذا لن يحدث على الإطلاق وهذا على نطاق واسع وفترة طويلة من الزمن ما لم يتم تغييرنا بشكل كامل بقوة الرب ومع هذا الإدراك ووضع كل هذه الأمور في الاعتبار نحن شهود على الإزاحة المتعمدة والمقصودة لله من التأثيرات الثقافية المهمة حتى أن العديد من الكنائس وضعت الله في مرتبة ثانوية بعد الحكومة أو القيم الثقافية نحاول معرفة كيف نجعل إيماننا يتناسب مع الاتجاهات الحالية للثقافة أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكاناً في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمراً غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين أريد أن أقول لكم نحن بحاجة لتغيير الرؤية لا نحتاج لنظارات أو عدسات بل نحتاج لتغيير روحي حتى نتمكن من الرؤية بأيون روحية وهناك عدد لحصر لهم من الطرق التي نصفها من الثقافة الحالية لقد اخترت اثنين لهذه المرة والباقي في المرة القادمة يمكننا البدء بالبند الأول من التعديلات الدستورية آمل أن تعرفوه لن تستطيعوا أن تصلوا لأجل أولئك الذين هم في سلطة علينا ما لم تعرفوا ما يفعلوه فهناك أمر كتابي بالصلاة من أجلهم يقول التعديل إن الكونغرس لا يجوز له صياغة أي قوانين تحضر إنشاء ديانة أو يويق حرية ممارستها أو يحد حرية التعبير والتعدي على حرية الصحافة أو التدخل في حق التجمع السلمي أو منع تقديم التماس للحكومة لإنصاف المظلوم هناك الكثير يمكن التحدث عنه لكن الجزء الرئيسي الذي بدى واضحاً هو أن حرية التعبير محمية بموجب القانون ليس بواسطة المنتخبين أو منهم في السلطة فقط فالقوانين تربطنا معاً كأمة ولدينا الحق في حرية التعبير ونحن شهود على أوسع وأعمق تعبير عن الرقابة الآن في تاريخنا وإذا كانت هذه الكلمة لا تعني شيئاً بالنسبة لكم فسأخبركم كيف يمكنكم تمييزها إنه عندما لا يتم احتمال الأفكار المعارضة المترسخة ونرى ذلك يومياً في الممارسة المنتشرة في حياتنا نحن لا نحب هذه الأفكار لذا لا يمكن مشاركتها يتم إضافة عدة مسميات الحظر الخفي أي سنحد من دخولكم للمنصات الرقمية ولن تعرفوا ثقافة الإقصاء نرى تعبيرات التعصب الذي كان لعقود يتم الاحتفاء به في الواقع وقيل لنا إن هذا مهم للغاية ليس هذه الأيام فلم نتسامح مع اختلاف الآراء وبالرغم مما يقوله التعديل فقد كنا شهود على إغلاق الكنائس وابتسمنا وقلنا شكراً حرية الصحافة من وجهة نظري إن حرية الصحافة لم تعد موجودة هي ليست أكثر من مجرد دعاية حكومية إنها تعمل جنباً إلى جنب لدينا هذه المعلومات إنها ليست خيالاً سواء أعجبكم ذلك أو أعجبكم ما ينتجونه فالحقيقة هي أن وسائل الإعلام لا يمكن فصلها عن صلتها بمكتب التحقيقات الفدرالي أو المخابرات أو الجهات الحكومية وهم يوماً بعد يوم يبدو كأنهم يعرفون أنها معلومات مغلوطة هذه دعاية بمعنى الكلمة وهي خطيرة لأنفسنا ولأطفالنا إنها ليست جديدة وليست المرة الأولى هل يشير ذلك إلى نهاية الزمان؟ قد يكون الأمر كذلك ولكنه ليس أمراً مميزاً لا تلعبوا بالأخرويات لكي لا تضطروا للتعامل معه لقد واجه شعب الله هذه التحديات منذ بداية القصة في الكتاب وخلال تاريخ الكنيسة حتى الآن فهل سيكون لهذا الجيل الشجاع للوقوف من أجل الحق؟ لقد تناولها إشعياء قبل ميلاد يسوع بمئات السنين في إشعياء 59 وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيداً لأن الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول يبدو وصفاً دقيقاً وصار الصدق معدوماً والحائد عن الشر يسلب فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل هذا هو شعب العهد مع الله الشعب الذي كان لديه الهيكل في وسط مدينته إنهم يقدمون ذبائح يومية ولهم كهنوت ولديهم كل متطلبات الدين والإيمان لشعب العهد ويعرفون من هو الله ومع ذلك وفي ذلك الجيل تشخيص الله لحالهم هو أن الحق ارتد للوراء والعدل يقف بعيداً والصدق قد سقط أيضاً في الشوارع الله يدعوهم للرجوع فرأى وساء في عينيه ما أريده هو أن تفكروا معي إذا أدركنا أن الله مستاء مما يحدث في العالم حولنا لم يعد لدينا حرية التصرف كما كنا قبل أن يكون لدينا هذا الإدراك الذي نحن فيه نحن الملح والنور إننا نحتاج حقاً لتغيير الرؤية أول شيء روحياً الأمر له علاقة بالفوضى ويسوع يخبرنا في متى 24 ولوق 21 أن الفوضى سوف تتزايد في الأرض ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نجلس ونبتهج وقتها وسأعطيكم نظرة شاملة خلال الأشهر الماضية كان هناك هجوم علني على بعض أشكال التعبير عن السلطة وأبرزها صرخة وقف تمويل الشرطة لقد أصبحت سياسة عصرية والكثير والكثير من الأشخاص في الساحة سوف يتعقبونكم لكي يصلوا إلى الشهر وإلى البرامج الحوارية والإشادة العامة قوموا بإيقاف التمويل من أجلهم واستبدلوهم بأخصائيين والذين يطالبون بذلك لديهم أمن خاص من الغريب أن نفس المجموعة التي تدعو إلى وقف التمويل يشجعون على التساهل تجاه السلوك الإجرامي أوقفوا التمويل ولا تعاقبوا المجرمين أطلقوا صراحهم أوقفوا محاكمة الخارجين عن القانون من الغريب أيضا أن تتراجعوا وتنظروا إلى الرسائل والسيناريو من يريدون وقف التمويل يدفعون عن فتح الحدود لم يعودوا يريدون التمييز بين المواطنين الأمريكيين المقيمين بشكل قانوني ويدفعون ضرائبهم وبين من يتسللون لدولتنا من كل من يريد أن يأتي لبلادنا من أي دولة في العالم وغير حقيقية أن تتوقع أن كلهم أشخاص يهربون من الفقر أو هم من أمريكا الوسطى المخيف أكثر في هذا السيناريو هو أن هؤلاء الأشخاص الذين يصرخون من أجل وقف التمويل ويتجاهلون العنف والجريم في مدننا ويريدون إطلاق صراح السجناء وإبقاء الحدود مفتوحة ويريدون مصادرة أسلحة مواطنين هناك انفصال في المنطق في تلك الاقتراحات تلك المجموعة من السلوكيات ينبغي أن تقلق الجميع بغض النظر عن انتمائنا السياسي أو قناعتنا يبدو كأننا لا نستطيع الرؤية ولا نستطيع السمع والأهم من ذلك وهو أكثر أهمية من السابق أن الكنيسة تحتاج إلى رؤية جديدة أحيانا نشعر بالخوف والإحباط لسبب غير مفهوم في كثير من الحالات نتردد في الاعتراف بتفرد يسوع ونقول إن هناك طرق عديدة لا يوجد اختلاف كبير في أي طريق اختاروا الطريق الذي يسعدكم واسلكوه ولكن افهموا أن ذلك إنكار للزيادة يسوع نحن غير راغبين كثيرا في الدفاع عن القيم الكتابية أو نظرتها للعالم لفترة طويلة تم تقديم رسائلنا من موقع الأغلبية لقد شكلت حياتنا وفهمنا أن إيماننا هو النسيج الذي يربط أنظمتنا الاجتماعية معا لذلك اعتدنا على التفكير والاستجابة بنفس الطريقة التي فهمها التلاميذ عن القداسة الخاصة بما يأكلوه تخيلنا أن إيماننا هو الجوهر الذي نرتكز جميعا عليه حتى أننا لا ندرك طبيعة المعارضة الحقيقة أننا بحاجة إلى إظهار الصلابة والقوة ليس الغضب أو العنف هذا نوع مختلف من الرؤية تفهم استجاباتنا السلبية المشتتة على أنها ضعف ونحن لم ننتبه لذلك تاريخيا وأعني أبعد من جيلنا بداية من الكتاب وعبر تاريخ الكنيسة تم تقديم الإنجيل بقوة وبقدرة الله القدير ليس فقط بالعقل وليس فقط بالمناقشة ولقد كنا غير مهتمين بقوة الله يمكننا تأمين مستقبلنا بدونها وأطفالنا سيكونون رائعين ولدينا مستشفيات ومدارس ومستقبل لهم ونجد أنفسنا في مكان ما إذا لم يتدخل الله بقوته وقدرته فإن حريتنا ومستقبل أطفالنا مهدد بشكل كبير جدا قال بولوس في كورينثوس الأولى اثنين وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله هل لي أن أقترح أن الكنيسة المعاصرة تحتاج قلبا مفتوحا لاستقبال قوة الله الأمر أصبح فوضويا وغير مريح وغريب سيكون من الصعب علينا أن نصدق ذلك كما كان صعبا للتلاميذ أن يتصوروا أن ما بداخلهم أهم من الطعام الذي يتناولونه لكن يسوع أراد تغييرهم وقال من له أذنان للسمع فليسمع وأريد منكم اليوم أن لا تستمعوا لي بل استمعوا إلى كلمة الله خذوها فكروا فيها اقضوا وقتا في الصلاة بها من فضلكم لا تقولوا أنا أتفق مع القصة أو أنا لا أتفق وتتخيلوا أن القضية انتهت أنتم مسؤولون أمام كلمة الله ويمكنكم الوصول والله يطلب مننا أن نرى بطرق جديدة والسؤال هو هل ستكون لدينا الشجاعة للقيام بهذا أتفاعل مع أشخاص كثيرين وأسمع لا أريد التفكير في الأمور الخاطئة في ثقافتنا أريد التركيز على كتاب المقدس حسنا لكن نحتاج أيضا إلى الوعي بما يحدث حتى نعرف كيف نصلي وكيف نتجاوب وماذا سوف نقول بالضبط إنه مثل الذهاب إلى الطبيب وعدم قراءة التقرير نحن بحاجة لمنظور الله حتى نتمكن من أن نكون الملح والنور ونحتاج روح الله ليعطينا الجرأة لنصلي يا أبتاه أعطنا قلوبا وعيا لنفهم الوقت الذي نعيش فيه حتى نتمكن من الاستجابة لمشيئتك وشجاعتك وجرأتك سامحنا عندما كنا خائفين أو مترددين أو منصحبين أشكرك لأنك تدعو كنيستك لتعيش صورة يسوع في هذا الجيل باسم يسوع آمين الرب يبرككم شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 والرب يبركك